تأجير ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 فى مصر زوروا الويبسايت بتاع ماكرومايا عشان تتعرفوا اكتر على أطريق التأجير والاشتراك وننتنسوش تستخدموا الكود اسكي بردكشنز زى ما هو واضح قدامكم عشان تاخدوا تسكاوت على اللعب اللى هتأجروها السلام عليكم كونيكم خلال يا حمد اتسكي بردكشنز والنهاردة اقدم لكم الحقا guilty من ايجيان وطبعاً هنبتدي بقى أهم الأخبار اللي بتخص الفترة اللي فاتت وأول خبر عندنا يمكنه خبر اللي على العكس متوقعات ناس كتير يعني نسبة كبيرة جداً من الناس فرحت أول ما سمعته بقت الفيلد هاردلاين اتأجلت للسنة اللي جاية طبعاً اللعبة معروفة أنها كنت هتنزل في شهر عشرة اللي جاي شهر أكتوبر ولاقينا أن مرة واحدة EA وVisceral Games طلعوا وقالوا أن اللعبة هتتأجل طبعاً حاجة زي كده يمكن تكون يعني كانش متوقع من EA بالتحديد أن هما لازم ينزلوا اللعبة في معادها عشان بس الفكرة تب نفسها أن هما قالوا زي statement كده أن هما شايفين من خلال البيتا والأراء اللي أخدوها من البيتا نفسها أن عملية تطوير اللعبة محتاجة وقت أطول عاوزين يزباطهم ملتي بلاير عاوزين يعملوا innovation عاوزين يعملوا حاجات جديدة مبتقرة شوية وعاوزين يخلوا بتاع اللعبة حلو ويكون فيه stability في اللعبة ما تكونش بنفس مستوى Battlefield 4 قلوها كده حرفياً وممكن تكون دي حاجة كويسة وأنا شايف أن فعلاً في ناس كتير جداً كانت مقلقا من Battlefield Hardline في ناس كتير جداً مش متحمسة للعبة شايفين أنها عبارة عن DLC كان مفروض أنها تنزل زي expansion back و Battlefield Hardline ما كانتش اللعبة الوحيدة اللي اتأجلت في الفترة اللي فاتت برضو Dragon Age Inquisition اللي كانت مفروض أنها تنزل في شهر اكتوبر اللي جاي تقريباً برضو اتأجلت يعني شهر تقريباً يعني مسألة أنها تأجلت شهر ما اعتقدش أنها هتأثر بشكل كبير جداً يعني مش فارقة هتنزل برضو في نفس الفترة هي هي وهي وهلاقي لعب كتير برضو في نفس الفترة بس مشكلة بنزلها في نفس اليوم اللي هتنزل في Far Cry 4 يعني هنلعب دي ولا هنلعب دي بعد كده خبر اللي ممكن بعضكم يقولولي يعني إحنا جسمعنا الخبر ده قبل كده ده خبر قديم بس الفترة دي يقال إن فيه تأكيد إن هيحصل حاجة زي كده إن جوجل هتشتري Twitch TV بمليار دولار طبعاً اللي ما يعرفش إيتويتش تيفي ده ويبسايت مخصوص للستريمينج سيروفيس بتاعت إنك إنت ممكن تستريم الجيم سيشن بتاعتك إنك إنت وإنت تلعب طبعاً بتاعتك من ستريمينج زي ما إحنا كونا بنعمل على اليوتيوب قبل كده بس الفكرة نفسها إن الموضوع يعني من ناس كتير جداً مقلقة وفي ناس متحمسة متحمسة بسبب إنه ممكن ممكن يوتيوب أو جوجل يثبطوا شوية المشاكل اللي موجودة في Twitch تيفي في Twitch تيفي في شوية مشاكل كتير ناس بتشتكي منها أعتقد بالفلوس بتاع جوجل ممكن موضوع ده يتضبط وطبعاً الموضوع يقلق بسبب حوار الـ Content ID Matching اللي خص الكوبيرايت على اليوتيوب ده موضوع مستفز جداً ده أثر على ناس كتير جداً من خلال الـ Content اللي بيقدموه منهم إحنا إحنا تقريباً موقفين اللي بسبب إن الكوبيرايت كليمز اللي جاينا على الشانل كلها على الـ Streams والموضوع ده بممكن يمثل خطورة على المدى البعيد فنمشي جنب الحيط أحسن فما بالكم بقى لو جوجل طبقت نفس النظام ده في Twitch فناس كتير جداً خايفة من الموضوع Twitch بيوفر حرية لأي حد بيستخدمه زي ما هو عاوز يشغل حتى الأغاني برا اللعبة لكن إنت في الأسف في يوتيوب لو شغلت يعني أغنية جوه اللعبة زيت نفسها في راديو مثلاً لو بتلعب GTA هتأخذ عليها يعني مهم بعد كده بقى خبر يخص بايو شوك في الضتر اللي فاتر إحنا عارفين كويس جداً الـ Studio Rational Games أفل وتقريباً بعد لما قفل أخذنا يعني انطباعي أن ما فيش بايو شوك تاني بس البابلش بتاع اللعبة اللي هو 2K عمل زي تويت غريبة جداً على تويتر وحط صورة من بايو شوك 1 أي حد بيركز في التفاصيل قوي بتاعت بايو شوك 1 هيفتكروا يعني الصورة اللي هم كانوا حطينها كانت في مكان معين جوه رابتشر وهقالوا يعني كلام يعني يوحي أن في حاجة جديدة هتعلنوا عنها قريب ومش معروف بقى جزء جديد ريميك اللعبة بتاعت فيتا اللي بقى لها كتير أو بقى لها كرون ما نزلتش دا ولا فيه أي معلومات عنها لحد دولة ما فيش أي معلومات وكده بس شكل كده 2K بتحاول أنها تخلي بايو شوك تستمر بعد كده خبرنا الناس اللي بتحب دوتا مهم في الفترة اللي فاتت كان فالف عاملة مسابقة اللي هي انترناشن 2014 للعبة وطبعاً المسابقة دي كان مبلغ اللي هيكسبه أي فريق بيبقى كبير جداً كان تريباً جمعوا 10 مليون دولار أو 11 مليون دولار للفرق نفسها فترة اللي فاتت كان فيه النهائي وكسب فريق اللي هو النوبي ده فريق من الصين كسب 5 مليون دولار مبلغ كبير جداً وده يعتبر أكبر مبلغ ممكن أي حد شايفه في الإي سبورت كميونيتي في الفترة اللي فاتت كان ظهرت شوية معلومات تخص ان تصوير فيلم انشارتت هيبتدي في السنة اللي جاية 2015 وظهرت شوية معلومات بتأكد على معاد نزول الفيلم المعلمات دي طلعت من سوني بيكترز ان الفيلم هينزل يوم 10 يونيو 2016 وطبعاً علاقنا في الفترة اللي فاتت ان The Last of Us برضو هيتام بالله فيلم هي كمان المهم ان المعلومات عن الفيلم الحد دلوقتي كانت مش مؤكدة باشعاب بتقول ان هما هيضموا ممثلين زي مايسي ويليمز اللي عملوا دور أريا ستارك في المسلسل بتاع Game of Thrones وحسب الاشاعة انها هتعمل دور إلي صراحة انا مش عارف يعني موضوع ده هل فعلاً هيتقدر انها او ممكن انها تنفع تعمل دور إلي يعني الشبه او الشكل مش قريب قوي وحسب الاشاعة برضو ان الممثل بروس كامبل هيظهر في الفيلم بس بالتحديد هيظهر في اني دور مش مؤكد لحد دلوقتي او صاحب الاشاعة يعني ما قالش بالزبط هيظهر في اني دور لكن في كوميك كون سوني ورت جزء من البوستر بتاع فيلم اللي انتم ممكن تشوفوه في التلفزيون هنا او ممكن تشوفوه في الدسكريبشن ونوعا ما احنا شكلنا كده قريب جدا هنشوف اي حاجة ليه علاقة بالفيلم بتاع سواء بقى تريلر او تيزر او حاجة زي كده بالنسبة بقى للعبة نفسها طبعا احنا عارفين في خلال الايام اللي جاية هينزل الريميك او الريماسترد اديشن بتاع اللعبة لتنزل البلاي ستيشن فور وفي معلومات عن حجم اللعبة حجم اللعبة هيكون على بلاي ستيشن فور محتاج انك انت تفضي خمسين جيجا وفي نقية من ينطي داج ان هم ينزلوا دي لسيز كمان للعبة يعني اللعبة هتجيلك اساسا معاها دي لسيز اللي نزدت للبلاي ستيشن سري وبعد كده في دي لسيز كمان هتنزل لو انت عاوز تشتريها انت حر وفي الفترة اللي فاتت سوني سجلت زي تريد مارك للعبة ج دي ده اسمها زهانجري هورد مش معروف هل دي هتكون لعبة نازلة الانيجاز بس في ناس بترجح ان اللعبة دي مو كي يكون ليه علاقة بالمشروع اللي شغائع عليه الستوديو اللي قدم لنا للعبة تليتل بيك بلانت فيتا واللعبة كاسمها زهانجر بروجيك يمكن اسمها تغير باية زهانجري هورد لحد دولاتي مفيش اي معلومات عن اللعبة وبمناسبة ان احنا جبنا سري تليتل بيك بلانت من شوية استوديو ميديا موليكيول اللي عمل اللعبة المفروض انه كان شغال على برو بالضبط هم عاوزين يعملوا ايه لكن هم انزلوا زي تيزر كده صغير فيه شوية حاجات تخلي عينك تتحول ويجي لك ابليبسيا المهم بعد كده ريسبون انترتيمنت وارونا ايه اللي هيحصل في الابديت اللي جاي للعبة تايتون فول المفروض ان هيحصل يعني ميزة غريبة جدا ممكن يكون بعض الناس تقلق منها النوم ما هيحط حاجة اسمها بلاك ماركت ان بعد كده هيكون في زي ديلي تشالنجز جوة اللعبة هتاخد منها زي فلوس جوة اللعبة نفسها هتشتري بقى بيها انسيجنياز او انك انت ممكن تشتري بيها بيرن كاردز يعني هيكون في ماركت بلايس جوة اللعبة هم قالوا انه مش هيكون فيه فلوس حقيقية انك انت تدفع بفلوس بجد وان الفلوس والكارنسي ذات نفسها اللي موجوده جوة اللعبة مش هتقدر انك انت تبدلها مع حد بحيث ان يكون في مجال ان الناس تقعد تبيع الفلوس اللي هي جوة اللعبة زي اللي بحصل في الامم واربيجي بس ربنا يسطل يعني عامة ونشوف الفترة الجاية الابديت ده ممكن يقدم ايه للعبة سواء كان حاجة سلبية او اجابية ومؤمن ان فيه شوية معلومات برضو تخص ان هم منزلوا زي طلبات توظيف عاوزين بقى زي ممتجين وعاوزين برضو الناس يصممون لعبة جديدة بعض الناس هتيجي تقول لا هي مش دي هتكون لعبة حسب الوصف اللي موجود في ان هم عاوزين واحد يعمل لهم لعبة يكون فيها سكل تريز هيكون لعبة فيها بوس فايتس هيشكلهم ان هم عاوزين يعملوا حاجة جديدة ومختلفة شوية عن كون انها تكون شوتر فلما نشوف الفترة اللي جاية يعني هل هيديمون لنا تايتون فول 2 ولا هيديمون لعبة تانية مختلفة تماما وما تكونش شوتر لو فيكم حد فاكروا الهجا اللي حصلت تقريبا في اواخر السنة اللي فاتت وفي اول السنة دي بخصوص الستيم كونسول او الستيم ماشين او الستيم بوكس او whatever اسمه يبقى المفروض ان في خلال الفترة اللي فاتت من خلال البيتا فيرجن بتاعت الستيم كلاينت نزل حاجة زي الصورة كده بتوضح الشكل الجديد اللي فالف لسه ما احلنتش عنه الكنترولر بتاع الكنسول بس فكرة ان الكنترولر من خلال الصورة اللي موجودة يعني في الستيم كلاينت شكله بيروح لحية انه يبقى كنترولر عادي اكتر واكتر الكنترولر تضاف له في الصورة اللي موجودة داية سامستيك الصراحة لحد الوقت يا مش شامح يا فالف النوية تعمل ايه بخصوص الكنسول داو او بخصوص الكنسول دي وبعد كده لعبة شادو اف موردر المفروض انها كانت هتنزل لشهر اكتوبر اللي جاي يوم 7 اكتوبر بالتحديد حصل حاجة يع نوعا ما كويسة ان هما قدموا معاد نزول اللعبة هتنزل يوم 3 اكتوبر طبعا الموضوع دا حلو وكويس بسبب ان اللعبة كانت نازلة في يوم هتنزل فيه يعني ثلاث لعب في يوم واحد يعني كان نوعا ما الواحد كان هيجيله استبحث من قطر اللعب شهر اكتوبر دا من اكتر شهور من الكدسة باللعب فكويس ان يعني فيه شركات بتحترب نفسها وبتوزع الموعيد نزول اللعبة بشكل معقول شوية وبالنسبة بقى لبيسي جيميرز فيه موض بقى نزل جديد للاعبة جي تي اي النسخة جديدة من موض كان موجودة بلكده اللي اسمه اي سي انهانسر اللي مفروض اللي بيحسن الجرافيك ساعة اللعبة والنسخة الجديدة دي نوعا ما شكلها كده هتخلي جرافيكس جي تي اي فور احسن من جي تي اي فايف صراحة يعني الجرافيكس تاعة اللعبة بقت وهمية بسبب اضاءة هم شكلهم حطولها جمان ولا ام تفهموش شوفوا الفيديو ضروري لازم تشوفوه هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن يعني فعلا هم عاملين شغل جبار في الموض ده واخر خبر بخصوص بايو ويرم مفروض انه بتوقيت رفع الفيديو ده بايو ويرم بيحسنزله زي تيزر كده او تريلر صغير جدا لحاجة مش مفهوم هم ايه اللعبة اللي هم عايزين يعلنوا عنها دايد هو لحد دوقتي حاجة زي ليف اكشن مش جيم بلاي خالص وممكن تشوفوا اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن وزي ما قلت لكم هي حاجة مش مفهومة بس في تلميح ان احتمال نشوف في جيمز كوم الفترة اللي جاية حاجة تخص اللعبة دايد او البروجيكت داود فلما نشوف شكلها لعبة جديدة تماما ولا هي دراجون ايج ولا هي ودي كانت كل الاخبار اللي عندنا بخصوص الفترة اللي فاتت اي حد عاوز يعلق على اي خبر ياريتو سيب بتاعك تحت وكالعادة اي حد عاوز يشوف اي تفاصيل اكتر عن اي خبر اتكلمنا عنه هيلاقي اللينكس موجودة في الديسكريبشن سواء ما بقى فيديوهات او صور او اي حاجة زي كده واخر حاجة قبل ما اقفل الفيديو بالنسبة للناس اللي مستنيري بتاع انا للأسف الشديد انا هتطر ان انا هنزل لكم الريفيو بعد العيد لان اللعبة اصلا هتجي لي بعد العيد ذات نفسه معادي النزول ذات نفسه يعني متعارض مع وجود اجازة بس فانا بتأسف ان ا انا مش هاضر اجيب لكم الريفيو في اسرع وقت ان شاء الله في الفترة جاية هيكون فيه ريفيو لل The Last of Us Remaster وممكن اجيب لكم فوتج منها حاولناها خليين 60 ثم وهيكون فيه ريفيو للاعبة اود وولد يوان تاستي دي واحدة يعني من اللعب القديمة التي تعملها ريميك في الفترة اللي فاتت ويا ربا تستنوا الفيديوهات دقيقت في الفترة اللي جاية وطبعا يا ايد تكون الحلقة دي عجبتكم وامتنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وشكوا من فيديو جديد اشتركوا في القناة